موسيقى بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا بكم أبنائي طلبة الصف السادسة الابتدائي في درس جديد من دروس مادة الرياضيات أحبة الطلبة ما زلنا فيها الفصل الثالثة والأشكال الرباعية وسوف نتعرف في درسنا هذا اليوم على كيفية استخراج مجموع زوايا الشكل الرباعي لاحظ هنا أبني في هذه الأشكال الرباعية الأمامي في هذه الأشكال الرباعية الأمامي هذا شكل رباعي وهو مربع وهذا هنا شكل رباعي وهو متوازي الأضلاء وهذا شكل الرباعي هو شبه المنحرف لإيجاد مجموع قياس الزوايا الداخلية للشكل الرباعي لأي شكل رباعي موجود نقوم بتقسيم هذا الشكل الرباعي نقوم بتقسيم الشكل الرباعي إلى قسمين بحيث يمثل كل قسم لاحظ كل قسم من هذه الأقسام يمثل مثلث قسمنا الأشكال الرباعي كل شكل الرباعي نقوم بتقسيمه إلى قسمين بحيث يمثل كل قسم مثلث لاحظ هذا الشكل قسمناه إلى قسمين كل قسم من هذه الأقسام يمثل مثلث وهذا الشكل الرباعي هو المتوازي أيضا قمنا بتقسيمه إلى قسمين بحيث كل قسم يمثل مثلث وأيضا في هذا شبه المنحرف أيضا قمنا بتقسيمه إلى قسمين بحيث كل قسم من الأقسام يمثل مثلث لاحظنا لا تكون قد لا تكون هذه الأجزاء متساوية ولكن المهم بأنها تمثل مثلث لاحظ هنا هذه القسمين غير متساويين ولكن كل قسم من هذه الأقسام هو عبارة عن مثلث لماذا قمنا بتقسيم هذه الأشكال الرباعية إلى قسمين بحيث كل قسم يمثل مثلث كي نستفاد من خواص المثلث بأنه مجموك قياس زوايا المثلث تساوي 180 درجة لأنه مجموك قياس زوايا كل مثلث هي 180 درجة لاحظنا بي هذا مثلث قياس زوايا 180 وأيضا هذا المثلث قياس زوايا 180 وكذلك في هذا الشكل كل مثلث من هذه المثلثات يكون قياس زوايا 180 درجة كذلك الشكل هنا أيضا يكون مجموك قياس زوايا 180 درجة وبما أن الشكل الرباعية تم تقسيمه إلى قسمين وكل قسم من هذه الأقسام نمثل مثلث والمثلث مجموك قياس زوايا 180 إذن الشكل الرباعي إذن الشكل الرباعي هو عبارة عن مثلثين إذن نقول 180 في 2 180 في 2 عندما يكون مثلثان في الشكل الرباعي إذن كل مثلث مجموك قياس زوايا 180 إذن الشكل الرباعي مجموك قياس زوايا 360 درجة إذن مجموك قياس زوايا الشكل الرباعي لحظنا عبني مجموك قياس الزوايا الداخلية للشكل الرباعي تساوي بما أنه مثلث هو 180 درجة في مثلث الثاني إذن 180 في 2 و180 في 2 هو 360 درجة إذن مجموك هذا القانون النهائي مجموك قياس الزوايا الداخلية للشكل الرباعي تساوي 360 درجة استفاديني من خاصية المثلث بأن كل مثلث رحضنا كل مثلث قياس زوايا 180 درجة قسمنا الشكل الرباعي إلى قسمين بحيث يكون كل قسم يمثل مثلث كل قسم يمثل مثلث ومجموك قياس زوايا المثلث هي 180 درجة 180 درجة والشكل أصبح مثلثين إذن مجموك قياس زوايا الداخلية للشكل الرباعي لأي شكل الرباعي هي 360 درجة 360 درجة نأخذ مثال نأخذ مثال ألف با جيمدال شكل رباعي فيه قياس زاوية قياس زاوية ألف تساوي 70 درجة وقياس زاوية با يساوي 130 درجة وقياس زاوية دال يساوي 100 درجة المطلوب جد قياس زاوية جيم لحظنا في هذا السؤال لإستخدار زاوية من زوايا الشكل الرباعي لأربعة يكون في السؤال ثلاث زوايا معلومة ثلاث زوايا معلومة كي نستخدار جزاوية الرابعة إذن الحل القانون مع المجموع قياس زوايا الداخلية للشكل الرباعي يكتب إذن هو المجموع قياس الزوايا الداخلية الداخلية للشكل الرباعي تساوي 360 درجة المجموع قياس زوايا داخل الشكل الرباعي تساوي 360 درجة أي معنى مجموع قياس زاوية ألف زاية قياس زاوية با زاية قياس زاية جيم زاية قياس زاية دال هذه الأربع زوايا تساوي 360 أي نكتب بأن قياس زاوية ألف زايدا قياس زاوية باء زايدا قياس زاوية جيم زايدا قياس زاوية دال يساوي 360 درجة كتبنا الزوائل الآن نعوف قياس كل زاوية قياس زاوية ألف هي 70 درجة لاحظنا ابني زايدا قياس زاوية باء 130 درجة زايدا قياس زاوية جيم هو المجهول يكتب قياس زاوية جيم زايدا قياس زاوية دال 100 درجة ويساوي 360 درجة الآن بعد أن عوضنا قياس أو درجات الزوايا نجمع الزوايا الثلاثة المعلومة نجمع قياس الزوايا الثلاثة المعلومة وهي 70 زايدا 130 زايدا 100 فيكون مجموعهما 300 300 زايدا قياس زاوية دال هو المجهول ويساوي 360 درجة لاحظنا ابني قمنا بجمع الزوايا الثلاثة المعلومة وهي زاوية ألف وزاوية باء وزاوية دال فكان مجموعهما 300 درجة وبقي الزاوية الدال هي المجهولة يساوي 360 الآن أطرح مجموع قياس الزوايا الثلاثة المعلومة من المجموع الكلي لقياس الزوايا الأربعة فنقول قياس زاوية دال يساوي 360 ناقصا 300 درجة نطرح مجموع قياس زاوية الثلاثة من المجموع الكلي لزوايا الشكل الرباعي فيكون قياس زاوية دال يساوي 60 درجة إذن زاوية دال استخرجناها قياسها 60 درجة وهي الزاوية المعلومة الزاوية المجهولة كانت في السؤال أصبحت الآن زاوية معلومة بأنه قياس مجموع قياس زوايا الداخل الشكل الرباعي 360 درجة قمنا بجمع ثلاث زوايا المعلومة وطنحناها من المجموع كل الزوايا الأربعة فحصلنا على زاوية الدال فحصلنا على زاوية الدال وهي الزاوية وهي الزاوية المجهولة واللي كان طالبها في السؤال نأخذ صيغة أخرى لمثال آخر مثال ألف با جيم دال شكل رباعي فيه زاوية ألف قائمة وزاوية وقياس زاوية وقياس زاوية با يساوي 80 درجة وقياس زاوية جيم وقياس زاوية جيم يساوي 120 درجة جد قياس زاوية الدال لاحظ هنا في هذا السؤال نقلنا في كل السؤال لإيجاد لإيجاد مجموقة زاوية شكل الرباعي يعطينا ثلاث زاوية معلومة والزاوية الرابعة مجهولة لاستخرجها لاحظ في هذا السؤال هذا سيغة أخرى من السؤال في هذا السؤال أعطاك زاوية با ثمانون وزاوية جيم مئة وعشون وزاوية دال هو اللي يليدها وزاوية ألف قائمة أنا اعتمد على معلوماتك إذا اختبر معلوماتك اللي أنت تعلمتها في الدروس والسنوات السابقة كيف تستخرج زاوية ثالثة معلومة وأيضا تجد الزاوية الرابعة المجهولة نقرأ السؤال لصورة جيدة ألف با جيم دال شكل رباعي ألف با جيم دال شكل رباعي فيه زاوية ألف قائمة شوف هنا زاوية ألف قائمة لاحظ وقياس زاوية با ثمانون معلومة وقياس زاوية جيم مئة وعشون معلومة جد قياس زاوية دال هنا نعتمد على معلوماتنا اللي أخذناها في الدروس الماضية أو السنوات السابقة بأنه قياس الزاوية القائمة كم ممتاز قياس الزاوية القائمة تسعون أذن أصبحت الزاوية القائمة الآن معلومة وهي تسعون أذن الحل أنا أقول بأن قياس الزاوية وهي زاوية ألف يساوي تسعون درجة أصبحت معلومة لماذا خليك تبليك لأن قياس الزاوية القائمة يساوي تسعون درجة وهو أعطانا في السؤال بأن الزاوية القائمة ألف زاوية قائمة أي قياسها تسعون درجة إذن أصبح لدينا الآن ثلاث زوايا معلومة يمكن أن نستخرج الزاوية الرابعة وهي الزاوية المجهولة أكتب القانون وهو نجموع قياس الزاوية الداخلية للشكل الرباعي تساوي ثلاثمائة وستون درجة هذا القانون نكتب في كل سؤال حتى منس مجموع قياس زوايا الداخلية للشكل الرباعي وهي ثلاثمائة وستون درجة إذن بمعنى بأن قياس زاوية ألف زا إذن قياس زاوية ب زا قياس زاوية جيم زا إذن قياس زاوية دال أربع زوايا يساوي ثلاثمائة وستون درجة وهي الزوايا الأربعة للشكل الرباعي الآن أعوض بدل عن كل قائمة بدرجته وقياس زاوية ألف أصبحت معلومة الزاوية القائمة تسعون إذن تسعون زا قياس زاوية باء أيضا معلومة ثمانون زا قياس زاوية أيضا معلومة مئة وعشرون درجة زا قياس زاوية الدال هو المجهول أقول قياس زاوية الدال ويساوي ثلاثمائة وستون درجة لحظة نابني عوضت بدلا عن كل قائمة بدرجته الآن أجمع الزوايا الثلاث المعلومة أجمع الزوايا الثلاث المعلومة تسعون زا ثمانون زا مئة وعشرون فيكون الناتج هو مئتان وتسعون إذن مئتان وتسعون هو قياس الزوايا الثلاثة بقية زاوية الدال هي المجهول قياس زاوية دال ويساوي ثلاثمائة وستون درجة بعد بعد أن قمنا بعد أن قمنا بجمع الزوايا الثلاثة المعلومة بقيت لدينا زاوية واحدة مجهولة أصبح الآن الحل سهل وهو أصلا كل هذا الموضوع سهل الآن أطرح أطرح مجموع الزوايا الثلاثة من المجموع الكلي لزوايا الأربعة كي أستخرج الزاوية المجهولة زاوية الدال فنقول قياس زاوية الدال يساوي ثلاثمائة وستون درجة نطرح منها مئتان وتسعون درجة والمئتان وتسعون درجة هنا هي مجموع قياس الزوايا الثلاثة فيكون الناتج قياس زاوية الدال يساوي كم ممتاز سبعون درجة سبعون درجة استخرجنا قياس الزاوية المجهولة استخرجنا قياس الزاوية المجهولة لاحظ هنا في هذا المثال أعطانا زاوية قائمة منطان درجة مالتها اعتمد على معلومات اللي عندي وأعطانا زاوية معلومة وزاوية جين معلومة وطلب مني زاوية الدال هي المجهولة المعلومات اللي عندي بأن كل زاوية قائمة قياسها تسعين درجة إذن استخرجت قياس زاوية ألف وهي التسعين درجة ثم كتبت القانون مجموك قياس زوايا الداخلية الشكل الرباعي ثلاثمائة وستون درجة ثم قمت بجمع الزوايا الأربعة أحضرنا ابني ومجموعهما هو ثلاثمائة وستون عوفت الآن بي بدلاً عن الزوايا بدرجاتها زاوية ألف تسعين زاوية باء ثمانون وزاوية جيم مئة وعشرون وزاوية الدال هي المجهول فكان الناس ثلاثمائة وستون نجمع الآن الزوايا الثلاثة هاي عادة لكم نجمع الآن زوايا الثلاثة فأصبحت الزوايا الثلاثة مجموعة مئتان وتسعون درجة نطرح مجموع الزوايا من المجموع الكل لعدد الزوايا الشكل الرباعي إذن قياس زاوية الدال يساوي ثلاثمائة وستون ناقصاً مئتان وتسعون ويساوي قياس زاوية الدال سبعون درجة قياس زاوية الدال سبعون درجة نأخذ مثال آخر مثال ألف باء جيم دال شكل رباعي فيه زاوية ألف وزاوية باء قائمتان قائمتان وقياس زاوية دال وقياس زاوية دال يساوي مئة وعشرة درجة المطلوب جد قياس زاوية جيم إذن في هذا السؤال أو في هذا المثال معطينا زاوية ألف وزاوية باء قائمتان وزاوية دال مئة وعشرة جد قياس زاوية جيم نلاحظ هنا في هذا المثال المعلوم اللي تم اعطاها في السؤال هي فقط زاوية دال مئة وعشرة إذن كم قياس زاوية ألف أو قياس زاوية باء ننظر إلى المثال بأنه قال بأن زاوية ألف وزاوية باء قائمتان زاوية ألف وزاوية باء قائمتان وزاوية جيم هي المجهولة إذن زاوية ألف وزاوية باء قائمتان ونحن نعرف بأن قياس الزاوية القائمة هو 90 درجة إذن قياس زاوية ألف 90 وقياس زاوية با 90 درجة الجواب زاوية ألف أو قياس زاوية ألف يساوي 90 درجة وأيضا قياس زاوية با سوف يساوي 90 درجة لماذا؟ لأنهما زاوية زاويتين قائمتين وقياس الزاوية القائمة يساوي 90 درجة شفوا هنا أبني أعطيك نوع آخر من الأسئلة أو الأمثلة أعطيك من زاوية ألف وزاوية با زاويتان قائمتان أحمر أبني؟ وقياس الزاوية القائمة 90 درجة في الشكل الرباعي يمكن أن نرسم شكل الرباعي تكون في زواية قائمة الآن أكتب القانون وهو مجموع قياس الزواية الداخلية بالشكل الرباعي تساوي 360 درجة هذا هو القانون 360 درجة أي بمعنى بأن قياس زاوية ألف زايدا قياس زاوية با زايدا قياس زاوية جيم زايدا قياس زاوية دال يساوي 360 درجة الآن نعوض بدل هذه الزواية نعوض بدل عن هذه الزواية قياس زاوية ألف عرفناها 90 درجة وزاوية با كذلك 90 درجة زايدا زاوية جيم هي المجهولة تبقى قياس زاوية جيم زايدا قياس زاوية دال هي 110 درجة ويساوي 360 درجة يساوي 360 درجة الآن أجمع الزواية المعلومة أجمع الزواية 90 و90 180 و110 رح يكون عندنا 90 و90 رح يكون عندنا 290 290 زايدا قياس زاوية جيم ويساوي 360 درجة الآن الزواية المجهولة هي زاوية جيم لاحظنا زاوية جيم هي الزواية المجهولة أطرح الآن 360 من 290 فيكون قياس زاوية جيم يساوي 360 يساوي 360 ناقصاً 290 ناقصاً 290 إذن قياس زاوية جيم يساوي لاحظنا أبني كم يساوي ممتاز 70 درجة 70 درجة قياس زاوية جيم 70 درجة لاحظنا أبني في هذا المثال أعطانا زاويتان قائمتان وزاوية دال معلومة ثم طلب مننا إيجاد زاوية جيم أذن يجب أن نتذكر بأن كل زاوية قائمة قياسها 90 ونتبع نفس خطوات الحل وأستخرج الزاوية المجهولة وهي زاوية جيم وهي زاوية جيم أذن هذا الموضوع موضوع سهل وأيضاً حلو في نفس الوقت إلى هنا نحبة طلبة الصف السادسة الابتدائي انتهى درسنا لهذا اليوم آملين أن نلتق بكم في درس قادم إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة